تمنح الفساتين اللي كلوش إطلالات مثل الأميرات عندما تلبسها النساء وأكيد هذه النساء تختارها من تكون عندها إطلالة مسائية أو عزومة أو مناسبة وشاهدنا الكثير من هذه الفساتين على منصات عروض الأزياء بتوقيع مصممين عرب واليوم اخترينا لكم مجموعة من هذه الفساتين أول فستان اخترينا للمصمم إلي صعب واتميزت هذه الفساتين بألوان الأحمر والأخضر والأزرق بالإضافة إلى اللون الوردي والأرجواني اللي هذه الألوان تعتبر مفعمة بالحيوية من أفضل فساتين اللي شاهدناها على منصات عروض الأزياء وكانت بتوقيع المصمم إلي صعب هو الفستان باللون الأبيض اللي تميز بتطريزات براقة على منطقة الصدر وكذلك كانت صيحة الكاب بالإضافة إلى الأكمام الواسعة طبعاً البنات أنت اليوم لابسين الفساتين نموذج 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 ولكن قصير قصير وهنا طويل كلش حلوة وكلش لا يقتلكم لأنه تنطي طابع أن ثويل البنية فعلاً ميسم الكلوش أنا أشوفها من الستايلات والموديلات اللي أبد ما تبطل موادتها موجودة بكل مكان وزمان حلوة مناسبة لهواي أعمار يعني تشنا قبل مثل ما قلت ميسم أو مثل ما هستنا نتناول إنه فقط بالسهرات مثل صارت حتى بالصباح بالنهار ممكنني أعتمدها بالسفورت بس حسب طبعاً التنسيق أكيد العبدور أما التصاميم اللي أنا رح أحكي عنها فيها تصاميم جداً حلوة أيضاً للمصمم زهير مراد وأيضاً للمصمم طوني ورد طبعاً مثل ما نعرف إنه زهير مراد دائماً تصاميمه أنثوية يستخدم الأقمشة الشيفون الفطفاضة والحرير وأيضاً دائماً يعتمد على إبراز جسم المرأة ولهذا دائماً نشوف بتصاميمه يعتمد إلى وجود الإحزام حتى يبرز الخصر ودائماً يكون الشكل حلو وأنيق شفنا هواية تصاميم حلوة من المجموعة اللي أطلقها بالفترة الأخيرة فستام باللون الأزرق الشيفون وحزام على الخصر أيضاً وأيضاً فستام باللون الأحمر أما المصمم طوني ورد فاعتمد على أيضاً الكلوش بتصاميمه بس الكلوش بطبقة جداً عالية ممكن تعتمد لمناسبات الخطوبة وأيضاً العديد من المناسبات كان الفستان منفوش والاقماش بيد مثل الدوائر الدوائر كانت كبيرة وأيضاً بألوان الباستل الهادئ الحلوة المناسبة لألوان الصيف من فوق القصد مع بعض التطريز على منطقة الصدر فكان الفستان جداً حلو وجداً مميز فعلاً هي الفستان الكلوش الحلو بها أن المصممين مثل ما ذكرتها عبر الزمن دي يعتمدوها ودائماً دي سوون على هيا إضافات حلوة ولكن دي تبقى سبب أنه هي دائماً درجة أنها تناسب جميع أشكال الأجسام لأنه الضعيفة رح تبرز خصرها بطريقة حلوة لكن بنفس الوقت رح تنطيها شوية امتلاء والممتلئة رح تناسب قصة جسمها أيضاً ورح تبينها بطريقة حلوة فهو من قصات الفستان القليلة اللي تناسب جميع الأجسام وتنطي دائماً طول للجسم فننصح متابعات كهرامانة أنه يعتمدوها أما التصاميم اللي أنا حاب أتكلم عنها فهي من المصمم جورد شقرة جورد شقرة شفنا أنه بآخر فترة أطلق فستان بقصة الكتف الواحد عالية مثل التطاريز من فوق وأيضاً الألوان مالتاً كانت دمج بين اللون الأزرق الفاتح واللون الليلكي الناعم هذه الألوان لما تدمجوها بعض رح تنطي طابع الأومبري لذلك الفستان كان كلش حلو وحركة الفستان كلتها رقي وكلها أنوثة لأنه بالنهاية هو فستان شيفون ألوانها ناعمة ورقي على أي وحدة رح تلبسها أما التصميم الثاني فكان دي المصمم زياد نكد شفنا الفستان الأصفر اللي أعجب الكثيرين بقصة أيضاً الكلوش فستان من الشيفون بشق طويل أمامي وتطريزات على كامل الفستان تطريزات يدوية خلابة مع حزام على الخصر على مود يخصر الجسم أكثر ويطفي ديتيلز أو تفاصيل أكثر على الفستان يتخليه فخم وأحلم اشتركوا في القناة